خلاص بقت فقرة يوم السبت واجتماعنا ومقابلتنا يوم السبت في الهوى خلاص بقت بتدخل على قلب السعادة ليه؟ ان الفقرة دي اسمها فقرة أصحاب السعادة مين أصحاب السعادة؟ أصحاب السعادة ومزوجين الزوج والزوجة هم أصحاب السعادة أصحاب السعادة اللي احنا بنتكلم عنهم يعني ايه أصحاب السعادة؟ يعني المستحقين ان هم يبقوا سعادة أصحاب السعادة يعني ايه؟ اللي ليهم حظ ان هم يبقوا سعاداء أصحاب السعادة إيه اللي هم قادرين يوصلوا للسعادة وعشان كده مخليين الفقرة دي نتكلم فيها عن إزاي نوصل للسعادة الزوجية إحنا الحلقة اللي فاتت تكلمنا عن شيء مهم جدا تكلمنا عن الحب هل الحب بيموت قلنا الحب بيموت بس ما نحكمش على الحب إنه هو مات ولسه فيه عشر علامات بتقولين الحب لسه موجود إيه بقى العشر علامات دي بقاء اللي احتراموا التأدير ووجود لمسات ما بين الزوجين وكمان الحديث عن المستقبل المشترك والتعبير عن الحب رقم أربعة وكمان رقم خمسة إنه يبقى فيه حالة من حالات حفظ الأسرار وستة العطاء والتضحية سبعة الدعم وقت الشدة وتمانية متابعة الأخبار وتسعة حفظ الغياب وعشرة الحلين للذكريات الجميلة ما بينهم قلنا إنه ده بيدل عن إن الحب لسه موجود لكن نفترض إن الحب مات نفترض إن العلامات دي في أدنى مستوياتها ممكن الحب يرجع تاني يعني ممكن نحيي الحب أنا بقول لكم تلات حاجات تلات قواعد كده نعرفها ممكن نزودهم إلى أربعة بدل الحاجات دي موجودة في الحب يبقى الحب ممكن يرجع تاني ممكن يحيى مرة تاني إيه حاجة؟ أول حاجة إن الحب مشاعر وبدل الحب مشاعر إحنا نقدر نديرها فاكرين حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لراجل لا تغضب يعني يقدر يدير مشاعره يبقى الحب بدل مشاعر يبقى إحنا نقدر إن إحنا ندير مشاعرنا ويرجع الحب تاني دي أول حاجة الحاجة التانية الحب بيزيد وينقص لأنه علامة الإيمان الحب فإذا كان علامة الإيمان الحب يبقى الحب بيزيد وينقص يبقى إيه اللي يحصل؟ يبقى الحب زي ما بينقص ممكن يزيد فدي حاجة مهمة جدا 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 الحاجة التالتة مش الحب الرومانسي ده الحب الحقيقي ده اللي فيه قعدته الأمان وبيقوم على الاهتمام والاحترام والتقدير بدل هو بييجي بالحياة يبقى ممكن إيه اللي يحصل يرجع الحب تاني ولازم نعرف بدل الحب ده بيجي بالحياة يبقى الحياة ممكن تجيب حب معاه الحاجة الرابعة بقى إن الحب بطبعه مرتبط بالشغف فالشغف يولد همة ويولد قدرة على التضحية وعشان كده يبقى الحب ممكن يرجع تاني الاربع حاجات دي بتقول لنا إن الحب ممكن يرجع تاني يحي همة وشغف يعمل لنا همة وكمان إن الحب ده حياتي يعمل لنا حركة وكمان الحب ده عشان هو كمان بيزيد وينقص ممكن لو استثمرنا فيه يزيد وأكيد الحب بدل هو مشاعر ممكن ندرها بس نعمل إيه بقى عشان نقدر نحي الحب في بروسس كده في طريقة في منهج علمونا حضرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول حاجة عشان الحب نقدر نرجعه تاني الحب مثل إيه والحب نقص إيه نقص عشان فيه سموم اسمها السموم الزواجية السموم الزواجية دي اللي احنا بنسميها مقاتل الحب سم بيسمم الحب بيسمم الحياة الزواجية وبيقتل الحب زي إيه أنا أقول لكم سبع حاجات كده من اللي بتقتل الحب الإهانة في الحب ممكن يقل لما يحصل إهانة ولزيك حضرت النبي يقول على ما أكرمهن إلا كريم وما أهنهن إلا لئيم فالإهانة ممكن تقتل الحب التهديد ولزيك إيه اللي حاصل حضرت النبي صلى الله عليه وسلم دائما يؤمن اسمه هو بيقول لي سيدة عائشة كنت لك كأبي زرع لأم زرع إلا أنني لا أطلقوخي مفيش تهديد الخرص والملل دي تالت حاجة ممكن تكون من سموم الحياة الزواجية الخرص لما يبطلوا يتكلموا ويبطلوا ويملوا الحب ممكن يموت من الخرص والملل وكمان الحاجات اللي بتقتل كمان الحب الخيانة والميل الآخر كمان ده بيخلي الحب يموت ولزيك حضرت النبي أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك فما تخنش في الجواز عشان إيه الحب ما يموتش كمان الإهمال الإهمال كمان بيخلي الحب ينزل لأدنى مستوياته ولزيك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يتفقد السيدة عائشة ويعاملها ويعاملها بما تحتاج ما يهملهاش ودائما يكلمها ودائما يكون قريب منها حتى إذا سفر تسافر معا مفيش إهمال كمان من الحاجات اللي ممكن تقتل الحب أنا بقول دي أهم سبع حاجات أهم سبع سموم زوجية وأهم سبع سبع مقاتل للحب رقم ستة فقد التعبير عن الحب أو سوء التعبير محدش عبر بطريقة مش مناسبة لشريك حياته هي بتحب الكلمات هو مصرع لإنه أنا بعمل عليها بتصرف أنا مفيش حاجة بعملها إلا ومليانة حب بس هي مش فاهمة كده هي فاهمة أن أنت بتعمل الكلام ده عشان أنت أبو الأولاد عشان أنت مسؤول عن البيت لكن مش بتعمل حب بالكلام ده عشان تحبها سبع حاجة عدم التأدير والامتنان السبع حاجات دي بتموت الحب ترجمة نانسي قنقر